سبحانك يا لا إله إلا أن الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بحث المكي والمدني هذا البحث من مباحث علوم القرآن الكريم وقبل أن نبين للطلب الأعزاء فوائد هذا البحث اللي يستفيد منها العالم الفقيه في فقهه وفي استنباطه للأحكام الشرعية ويستفيد منها أيضا المؤرخ والتعريخي في كتاباته التاريخية ويستفيد منها أيضا وكذلك يستفيد منها المفسر في تفسيره للآيات القرآنية إذا ما أراد تفسيرا دقيقا بل أكثر من ذلك يستفيد منها حتى أولئك الذين يتصدون إلى عملية التبليغ وتغيير المجتمعات وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعرف على خواص الآيات المكية خواص الآيات المدنية طريقة التعامل مع المجتمع المكي طريقة التعامل مع المجتمع المدني يعطيك صورة واضحة عن كيفية تعامل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومن سار خلف النبي مع ذلك المجتمع مع ما فيه مجتمع فيه أشكال فيه أنواع فيه إصلاح فيه إنحراف فيه تغيير فيه تبديل فيه تعديل كل هذه الأمور مهمة جدا يحتاج إلى أن يعرفها من يقوم بعملية تغيير المجتمع من يقوم بعملية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وغير ذلك القرآن الكريم الذي بين أيدينا وهذا اللي نقرأ إحنا يوميا وهذه دعوة من خلال هذه الدروس إلى الطلب الأعزاء لا بأس أن يقوم الإنسان يوميا بقراءة ولو آية واحدة بالنظر إلى الكتاب الكريم آية واحدة وحتى إذا ما عند الوقت الكافي لذلك لا بأس أن يسمع هو في السيارة هو في المسير هو الحمد لله الآن أجهزة الاتصال المتوفرة بين أيدينا تخلينا وتعطينا مساحة واسعة للاستفادة من هذه الأجهزة لا بأس أن نسمع الآيات المباركة مو فقط نسمحها فقط في مجالس الفاتحة كما هو المعتاد مع الأسف عند بعض المجتمعات والشعوب خلينا نسمع هذه الآيات القرآنية هذا صوت الحق هذا نداء الله تبارك وتعالى للمجتمع الله يخاطبك يخاطبني يخاطب الجميع يوميا صباحا مساء بهذه الآيات المباركة خلينا نسمح هذه الآيات وهذا الكتاب الكريم بلا شك وبلا ريب وعليه إجماع المسلمين أن تنظيم وترتيب في داخل هذا المصحف كسور قرآنية تنظيمها وترتيبها لم تكن وفق النزول يعني شنو لم تكن وفق النزول تفتوا لهذه النقطة المهمة سورة البقرة الآن تأتي بعد سورة واحدة في داخل القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس سورة البقرة تأتي السورة الثانية سؤال هل سورة البقرة هو ثاني ما نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا قطع سورة البقرة نازلة في المدينة وعدنا كم كبير من السور نازلة في مكة كانت في آخر القرآن الكريم آخر المصحف الشريف فإذا ترتيب هذه السور داخل هذا المصحف لم يكن وفق النزول يعني هذه أول آية نزلت هذه ثاني آية هذه السورة نزلت اكتملت هذه السورة الثانية نزلت اكتملت لا لم يكن هكذا فإذا عندنا مصحف مبارك لم يكن مرتبا وفق ترتيب النزول وعندنا رؤية تاريخية تقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عاش فترتي زمنيات واحدة في مكة والأخرى وين بالمدينة والقرآن توزع في نزوله على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بين هاتين المنطقتين بشكل غالب القرآن الكريم هذا ما نقول كل القرآن الكريم لعله أكو آيات أكو كذا نزلت فيها ماكن أخرى ولكن غالب الآيات القرآنية والسور القرآنية نزلت بين مكة في داخل مكة أو في داخل المدينة أو بين هاتين المنطقتين علماء التفسير علماء علوم القرآن الكريم بحثوا في كل الزوايا والخفايا التي تحيط بهذا النص الإلهي واحدة من هذه الزوايا وواحدة من هذه الخفايا هو مكان نزوله وين نزل؟ هذه الآية نزلت بمكة لو نزلت بالمدينة هذه الآيات القرآنية التي بين أيدينا نزولها وين؟ ليش أرادوا أن يبحثوا؟ حتى يكتشفوا ما وراء الصطور التفت إلى هذه النقطة ما وراء الصطور يكتشفوا ما وراء الصطور أن لمكان النزول تأثير التفت تأثير مو على النص القرآني لا تأثير على فهمنا لهذا النص القرآني نقطة جدا مهمة لتروح إلى شبهات المستشرقين أن مكان النزول له تأثير على النص القرآني لا له تأثير على فهمنا لهذا النص القرآني مرة نص قرآني عندنا ومرة نريد نفتهم هذا النص القرآني إذا نريد نفهم فهم دقيق لابد أن نعرف وين نزل لأنه يعالج مشكلات أريد نشوف مشكلات المجتمع المكي نفس مشكلات المجتمع المدني لو تختلف شنو طبيعة هذه المشكلات شلون عالج هذه المشكلات كل هذه الأهداف تقف وراء التمييز بين الآيات المكية والآيات المدنية التي سعى إليها علماء التفسير هذه نقطة مهمة وطرح في بطن هذه النقطة المهمة مبحث في غاية الأهمية هو حددوا لنا ما هي الفوائد التي يمكن أن نجنيها من خلال التمييز بين هذا مكي من القرآن وهذا مدن لعله نحن نبحث عن الآيات المكية والمدنية وانتعبروا نحن نصرف الجهد نصرف الوقت ولكن بالنتيجة الفائدة محدودة أو معدومة قد تكون فما فائدة هذه البحوث تعلمون العلوم بها مسائل كثيرة الآن أي علم من العلوم تدخله تجد مسائل كثيرة تجد بعض المسائل قد لا تكون نافعة بل عديمة الفائدة ومع ذلك يصرف الطالب وقته وجهده في فهم هذه المسائل خصوصا فيما يرتبط بالعلوم الإنسانية مسائل العلوم الإنسانية فإذا إذا ما تريد أن تبحث مسألة مهمة في أي علم من العلوم عليك أن تساءل أولا شنو الفائدة اللي أجنيها من وراء هذه المسألة إذا ما بحثتها حتى لو كانت فائدة متوقعة ليس بالضرورة أن تصل إلى الفائدة بشكل تفصيلي لا حتى لو كانت فائدة متوقعة يعني أنا أتوقع أجني فوائد كثيرة من هذه المسألة إذا أبحثتها في علوم القرآن فأبحثها حتى لو كانت هذه الفوائد متوقعة ليست تفصيلية واضحة المعالم هنا السؤال سيطرح نفسه ما هي الفوائد التي يمكن أن نجنيها عند عملية البحث عن الآيات المكية والآيات المدنية ما هي الفوائد التي يمكن أن نحصلها إذا ما ميزنا في داخل هذه الآيات بأن هناك كم من الآيات مكية وهناك كم من الآيات مدنية شنو الفوائد التي نجنيها سؤال مشروع ومهم ويجب أن يسأل الباحث نفسه يسأل الباحث نفسه عن هذا السؤال في كل مسألة من المسائل التي يريد أن يحقق يسأل شنو الفائدة من ذلك وأنا ما عندي وقت إضافي ولا عندي جهد إضافي حتى أصرفه في بحث لا قيمة له لا فائدة له الفائدة معدومة أو قد تكون لفائدة ولكن جانبية هامشية ليست بمستوى الوقت والجهد اللي أصرف هذه نقطة في غاية الأهمية يجب على كل باحث على كل كاتب على كل مؤلف أن يسأل نفسه عندما يريد يكتب كتاب يألف كتاب يكتب بحث رسالة ماجستير أطروح الدكتوراه عندما يريد يختار عنوان من العناوين هذه أيضا مهمة كثير من طلبتنا الأعزاء عندما يأتون لاختيار عنوان من العناوين سواء كان على مرحلة الماجستير رسالة ماجستير أو على مرحلة الدكتوراه أطروح الدكتوراه عندما يأتون يختارون هذه العناوين مع الأسف الشديد الغالبية أو الكثرة من هؤلاء الأعزاء طلبة أو طالبات يختارون عنوين ما يعرفون فوائدها شنو ولهذا عندما السئلة شنو فائدة هذا العنوان ما راح يجاوبك إجابة واضحة لأن الفائدة ما متفحة عنده شنو أنا ما أريد من عندك تحدد لي الفائدة بشكل تفصيلي لا حدد لي الفائدة من هذا البحث من هذا العنوان بشكل إجمالي كافي حتى لو كانت فائدة متوقعة هذه مسألة في غاية الأهمية يجب على كل باحث كل طالب كل مؤلف أن يسأل نفسه بها قبل ما يشرع في بحث مسألة من المسائل أو يختار عنوان من العناوين كذلك نطرح هذا الأمر هنا الآن أنا عندي بحث المكي والمدني عندي آيات مكية وعندي آيات مدنية سيشنو الفائدة أنا أبحث عن هذه الآيات فتكون هاي مكية وهاي مدنية وش أسألوا بيها يعني شنو اللي تفيدني أنا بيها فائدة لو ما بيها فائدة الجواب من أعظم الفوائد من أعظم الفوائد اللي يمكن تحقيقها في التمييز وعملية التمييز بين المكي والمدني من أعظم الفوائد هي تلك الفوائد المرتبطة بالنص القرآني منه يتعامل مع النص فقيه أكو فوائد إلك في التمييز بين هذا مكي وهذا مدني مؤرخ أكو فوائد إلك هسأ رح أذكرها أنا ما أحكي إجمالي رح أذكرها مؤرخ أكو فوائد إلك عندما تعرف هذا مكي وهذا مدني آمر بالمعروف ناهي عن المنكر أكو فوائد إلك مغير تريد أن تغير مبلغ أنت أكو فوائد إلك إذا تمييز هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية يبدو أن البحث مهم ليس بال يعني قليل الأهمية أو بهذه السهولة زين خل نجي إلى التفصيلات خلو مو فقط شعارات ترفعون الفقيه يستفيد والعالم يستفيد والمؤرخ يستفيد والمغير مو خلو شعارات هذه يذكرون مصاديق مصاديق حتى نصدق حتى نصدق بكم خلو مو فقط تحكونا شعارات لا لا مو القضية قضية شعارات أيضا توجد مصاديق واضحة أنا راح أحجي لك على بعض المصاديق وأفتح لك المجال والباب والنافذة البحثية تروح تروح اتحدد شنو الفوائد بل اتحدد شنو المصاديق الفوائد للفقيه مثلا أنا أذكر لك مصداق مصداقين لكن لا تتحدد الأمور بهذه المصاديق شوفوا المصداق الأول فائدة الفقيه إلى أن فقيه من الفقهاء يريد يجي يستنبط حكم شرعه يستنبط حكم شرعه واحدة من أهم المسائل وما أخفيكم ولا يعني أكتم عليكم سر إذا قلت لكم من أكثر المسائل جدلية بين الفقهاء وقعت هي مسألة الناسخ والمنسوخ وكعلامة وكعلامة على ذلك روحوا للفقهاء واسألوهم هذا السؤال مو تسألوا الفقيه نفسنا اسألوا كتبه روحوا ابحثوا عن الجواب عن هذا السؤال كم آية أيها الفقيه عندك منسوخة راح تشوفون التفاوت الكبير بين فقيه وآخر واحد يصل إلى عدد كبير من الآيات منسوخة واحد يصل إلى آية واحدة منسوخة شوف الفاصلة بين ذاك الفقيه وهذا الفقيه فإذا أنا من أريد أعرف هذا البحث الناسخ والمنسوخ أجد أن ويريد أبحثه وأريد أطلع علي أجد أن البحث المكي والمدني علاقة وثيقة جدا جدا ضيف الهام بعد جدا خليس سنة ثلاثة في هذه المسألة مسألة الناسخ والمنسوخ يعني فقيه ما مطلع على بحث المكي والمدني ومشخص من الآيات المكية من الآيات المدنية صعب جدا أنا علي أن يتكلم بالناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ وين بحث في الأحكام الشرعية يعني أنت جاي تقول هذا الحكم الإلهي نسخ وإجا هذا الحكم الإلهي بمكانه يعني جاي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى نهاية حكم وبداية حكم جديد أو بتقول لا ذاك الحكم باقي شوف شكت فاصلة وفرق مهم فبحث المكي والمدني داخل في صلب بحث الناسخ والمنسوخ أضرب لك مثال أنت إذا ما تعرف هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية ما راح تعرف أيهما متقدم على الآخر ما راح تعرف أنت ما تميز بين هذا مكي وهذا مدني كله عندك قرآن فما راح تميز هذه الآية نزلت قبل هذه الآية لو هذه الآية نزلت قبل هذه الآية زينو وإذا ما ميزت إذا ما ميزت ما راح تقدر تقول هذه الآية ناسخة لتلك الآية ليش لأن الناسخ لازم ينزل بعد المنسوخ الناسخ لازم ينزل بعد المنسوخ يعني يكون هناك آية فيها حكم شرعي عمل بين ناس إجت آية أخرى بعد ما عمل الناس بها إجت آية أخرى بعدها بعدها نسخة تلك الآية هذا صار ناسخ وذاك صار منسوخ فلازم يكون المنسوخ شنو شيكون يكون متقدم زمانا على الناسخ وإلا ما ما إلى معنى أن المنسوخ يجي متأخر زمانا على الناسخ يعني يجيك حكم يقول لك أنا الحكم انسخت لك الحكم السابق اللي أنت لا تعرفه ولا تعمل به ولا تدري به شنو ممكن مستحيل مستحيل فإذن مسألة تمييز الآية وتحديدها أنها مكية أو مدنية يعطيك تصور عن التقدم والتأخر الزماني بينهما فإذا ما انت حكمت على أن هذه الآية منسوخة لازم تملك جواب متكامل على أن الناسخ نزل بعد المنسوخ وهذا ما تملك الجواب عليها إلا أن تتعرف على الآيات المكية والآيات المدنية خصوصا خصوصا وأن طبيعة المرحلة الموجودة في المجتمع المكي صعب جدا أن تقول حدث هناك نسخ في داخل هذه المرحلة وإنما النسخ حدث بعد ما انتقل النبي من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مرحلة الدعوة والتبليغ إلى مرحلة إقامة التشريعات تفتين فتحديد المكي والمدني عامل مهم وأساسي في التمييز بين الناسخ والمنسخ خلي أضرب لك مثال عندنا آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علي هذه آية من الآيات القرآن لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله استفادوا منها وإنما تتوجه أنت وإنما تتوجه في الصلاة فالصلاة ماكو مشكل إجت آية أخرى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر هذه آية أخرى وشي تقول تقول توجه للمسجد الحرام ذي تشي تقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هاي تقول توجه للمسجد الحرام وذي تشي تقول توجه بأي جهة أرد صارت عندنا آية أنا إذا ما أعرف ياه المتقدم ياه المتأخر أقدر أقول هذا ناسخ وذاك منسوخ ما أدري ما أدري أي آية الآية المتقدمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام بعد ذلك إجت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فإذا ذيك منسوخة وهذه ناسخة أو بالعكس هذه الآية التي هي متقدمة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وإجت آية بعدها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر إذا ما أعرف أيهما المتقدم والمتأخر ما رح أميز ما رح أعرف ياه الناسخ وياه المنسوخ المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس 16 يعني مدة من الزمن حتى عندما دخل المدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما قيل مدة من الزمن يعني تقريبا 16 شهر كما قالوا كما نقل في بعض المرويات يتوجه المسلمون جميعا إلى بيت المقدس فكانت هناك مجادلة وحديث بين أهل الكتاب وبين المسلمين ونزلت هذه الآيات المباركة أنا ماريد أدخل في الصراع التاريخي في هذه القضية ولكن أريد أن أبين للطلب الأعزاء أنك إذا لم تستطع أن تميز ما استطاعت أن تميز أيهما المتقدم وأيهما المتأخر لعل الآية التي قالت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في مك لعله أنا جاء أضرب لك مثال والآية الأخرى فولي وجهك شطرة المسجد الحرامي حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة نزلت في المدينة فإذا بسهولة ويسر أقدر أقول هذه الآية ناسخة لتلك الآية لأن نزلت بعد تلك الآية تلك مدنية وهذه مكية وهذه مدنية بعد أضرب لك مثال أضرب لك مثال بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عدة المرأة المتوفة عنها زوجها إش قد؟ هذه الآية القرآنية تقول أربعة شهر وعشرة يوم زين أكعدنا آية أخرى شي تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة كاملة زين أنا ما أعرف المتقدم والمتأخر ما أعرف المتقدم والمتأخر من هذه الآيات ما أعرف أقدر أقول هذه ناسخة وتلك منسوخة لعله أقول هذه ناسخة وهي شنو هي متقدمة وأقول هذه منسوخة وهي متأخرة فأخلط بين الناسخ والمنسوخ مع أن الناسخ لا بد أن يكون متأخر والمنسوخ لا بد أن يكون متقدم شكثر فائدة للفقية فائدة كبيرة جدا فإذا هذه الفائدة الأولى اللي يحصلها الفقيه الفائدة الأولى اللي يحصلها الفقيه من خلال الطلاعة على الآيات القرآنية وتمييز بين هذه الآية مكية وتلك الآية مدنية هذه مسألة ليس سهلة اتعدك آيات أحكام كثيرة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تنسب إلى الله سبحانه وتعالى أحكام تقول هذا الحكم باقي وهذا الحكم انتهى منسوخ راح انتهى الحكم فتنسب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأبحاث من خلال بحث التمييز بين الآيات المكية والآيات المدنية فالفقيه هذه مسألة مهمة فالفقيه بأمس الحاجة بأمس الحاجة إلى التعرف على المكي والمدني حتى ينتفع منها وين في استنباط الأحكام الشرعية وخصوصا فيما يرتبط بتحديد الآيات الناسخة من الآيات المنسخة هذا الفقيه استفاد تعال إلى اللي يريد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر واللي يريد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يريد يطبق هذا العمل أنا أريد أشرع لك أقول لك تطبيق الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه الصياء مرة أنت تكون في حالة ضعف ومرة أنت تكون في حالة قوة في مكي كان المسلمون في حالة ضعف لا يملكون العدة لا يملكون الاعتاد لا يملكون القوة لا يملكون القدرة على زين عندما أمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عندما دعوا الناس إلى دين دينهم إلى دين الإسلام شلون دعوا نزموا السيف بالقوة فرضوا الأمر معروف وينهي عن المنكر بتبليغ الأحكام بهدوء بسهولة بيسر في المدينة عندما أسس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله دولة وبدأ يشرع الأحكام شلون طبق هذه الأحكام وفي مكة أيضا كانت هناك أحكام شلون طبقها فعندك حالة موجودة في مكة وعندك حالة موجودة في المدينة كيفية التعامل بين هذه الحالة وهذه الحالة يعطيك صورة واضحة عن عملية تطبيق تطبيق الأوامر الإلهية في حالة الضعف وأنت في حالة الضعف وتطبيق الأوامر الإلهية وأنت في حالة القوة والدولة والإمكانية الكبيرة وهذه نقطة مهمة جدا يستفيد منها من يسعى إلى إيجاد تغيير في داخل المجتمعات بعض الحالات أنت الطريقة التي تختارها قد تدمر أصلا الفكرة التي تريد تسوقها للمجتمع الطريقة التي تختارها قد تقضي على كل أهدافك بسبب هذه الطريقة التي اختارتها ليش؟ يعني هذه الطريقة لم تكن تنسجم مع طبيعتك أولا في داخل هذا المجتمع أنت في حالة ضعف ليس في حالة قوة أو أقصد من الضعف يعني العدة وليس الحالة المعنوية التي يمتلكها الإنسان الإنسان دائما عندما يكون منتمي إلى الله سبحانه وتعالى هو قوي على كل حال ولكن أنت القضية ما مرتبطة بشخصك وأنما مرتبطة بالآخرين تدعوهم إلى الدين الإلهي الدين الإسلامي التشريعات الإلهية أنت إذا ما تعرف الخصائص والامتيازات والإمكانات والتي كانت تتميز بها فترة دعوة النبي في مكة والتي تميزت بها أيضا فترة دعوة النبي الأكرم في المدينة إذا ما تعرف خصائص هذه المراحل المختلفة ما راح تقدر تتوصل إلى حالة يعني متميزة جيدة في تطبيق أفكارك وفي تطبيق منهجك وفي الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر إذن أنت كمغير كمصلح اجتماعي أنت تريد تصلح المجتمع عليك أن تتميز بين فترة المسلمين في مكة وفترة المسلمين في المدينة وخصائص كلا الفترتين حتى يتبين لك بشكل واضح صريح جلي يتبين لك أنه كيف طبق النبي أحكامه وأهدافه في مكة وكيف طبقها في المدينة أنت كمصلح اجتماعي فإذن المصلح الاجتماعي أيضا راح يستفيد فائدة كبيرة من هذه العملية عملية التمييز بين الخصائص المكية والخصائص المدنية للآيات القرآنية وهناك الكثير أيضا من الفوائد أنا فقط أفتح باب هذه الفوائد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين بكتابه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر